أهم شيء في هذه السنة أنه أنا تعلمت أشياء كثير في حياتي تغيرت شخصيتي إلى الأحصى طبعاً تعلمت التركيز تعلمت كيف أحترم المواعيد تعلمت كيف أتعامل مع العالم صرت أحترم العالم فصلاً العالم يحترموني هذا كله من المسرح لقدمني أعتقد أن الأفضل 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 من السنة هو أنني بدأت أن أرى الحياة في مختلفة طريقة في مختلفة طريقة طريقة أصبح كثير من الأشياء كثير من الأشياء لأنني أعلم أن الكثير من الأشياء عندما بدأت أن أرى عظيمهم وهو شيء ما أعلم من السنة لقد بدأت أن أتحدث معهم لأنني أعلم أن أعلم الكثير من الأشياء المسرح بالنسبة لي حقيقة؟ نعم نعم هو الإشي الحلو اللي بعليهني في الدنيا بس أنه أنا تزيدني في الدنيا بس فالثياتر هو كل شيء لدي وكثير المسرح هو الإشي اللي خلاني أفهم إش الحياة عن جد وخلاني أخسر وأربح نفس الوقت بس أنت بعض الشخص أفهم شكرا للمشاهدة 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 فأنا كنتم جميل للغاية والعزيلاي في الواجتماعي كنتم جدًا للمشارجون إلى المشاهدين لسلمشاهدين ولدنا موقفين لن ننطبع لنا طفل فلدينا جديًا كل شخص يعتقد أنه يكون جيداً ويستطيع أن يتعاون الناس من وجوده وفي النهاية هذا يتعاون إلى نتعاون معاً لذلك يتعاون الناس من الناس نحن نعطيهم أيضاً لتعاونهم أكبر ويستعاون الناس ليس فقط أن يفهم البلسطينيين بينهم لكن يفهم الطريقة الأوروبية أو الطريقة الأمريكية أو الطريقة الإسرائيلية لذلك يجب أن يفهمك أنك ليس فقط في هذا العالم نتعلم كمان من دائمنا أننا نذهب لجماعة واحدة وممكن في هذه اللحظة نكون بني أدمين في حالنا وممكن في هذه اللحظة نكون مجموعة كاملة فتعلمنا نذهب لجماعة دائماً وأن الواحد ممكن يتعرف على الناس ويستفيد منهم ونفس الوقت يفيدهم ويأثر فيهم فعل ورد فعل لما دخلت المسرح تعرفت على كتير أشياء تعلمت كتير أشياء أثر فيي تعرفت على ناس كمان وبرضه أثروا فيي تعلمت كيف تكون صداقة كيف أتعامل مع أسادس كبار من المسرح المسرح هو لما دخلت على هاي المدرسة حسيت حالي عن جد أنا بمدرسة عم بتعلم إشي جديد كل يوم كنت عم بزيق معلومة مسؤولية وهم إشي هاي كتير يوم كاشف أنا أول ما كاشف عندي مسؤولية وصراحة لما دخلت المسرح ودخلت لها المدرسة صار عندني مسؤولية أكتر كبلي قادم وكل إشي ما أخذ الإشي السطحي لإله صرت أتعمق فيه يعني وإله أعماء وإله أبعاد أكتر من هيك يعني ما أخذ الإشي بشكل السطحي مدرسة الثانية أكتر تعلمت فيه أشياء أكتر من ما تعلمت في المدرسة أعö إعو comune di molte abilità, la messa in comune di desideri, di sogni e di progetti e anche richiede di rinunciare a qualche cosa di sé per lavorare con gli altri, per rapportarsi agli altri. Ecco tutto questo è un bagaglio che mi porto e che è sfociato in una tecnica prettamente teatrale che poi chiamiamo la schiera, che è il metodo che abbiamo introdotto e che abbiamo usato in questo progetto, che ha alla base proprio l'imparare ad ascoltare, a lavorare con gli altri. E' un lusso fare il teatro a Gerusalemme, ma è un lusso farlo anche in Italia. E' qualcosa che non si può prevedere, si può soltanto seminare, in questo caso la scuola serve a questo, seminare e sprecare, può darsi che venga su qualcosa. Tutto sommato si accendono delle curiosità che per alcuni sono anche delle opportunità.